قام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بمبارك بزيارة ميدانية التقى خلالها بعدد من المواطنين في شوارع العاصمة المؤقتة عدن الذين تبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتلمس أوضاعهم وهمومهم وطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الزيارة على سير عمل رجال المنور والنقاط الأمنية في مديريتي كريتر وخورمكسر الذين قدموا له التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك يؤدونه من مهام من أجل خدمة المجتمع مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن وأقدم الدكتور أحمد عوض بن مبارك الشكر والتقدير لرجال المرور والنقاط الأمنية وجميع العاملين في كل المواقع الذين يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار وأعبر لهم عن تقديره وشكره لما يقدمونه من عمل وآداء يستحق الإشادة وشارك دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في الإفطار الشبابي الذي نظمته إحدى المبادرات الشبابية في عدن بكورنيش المحافظ الشهيد جعفر محمد سعد وتناول معهم وجبة الإفطار وتبادل معهم الأحاديث وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة والألفة اشتركوا في القناة